بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمي الكهربية كم 233 في هذه الوحدة سوف نتعرف على طريقة تمثيل الخلايا الكهروكيميائية وتهدف هذه الوحدة إلى معرفة طريقة تمثيل الخلايا الكهروكيميائية أي بدلا عن رسم مكونات الخلية وهذا بالطبع يستغرق زمن وجهد كبير يمكن كتابة مكونات الخلية بطريقة مختصرة تسمى تمثيل الخلايا الكهروكيميائية وتهدف هذه الوحدة إلى إجراء تدريبات على طرق تمثيل الخلايا الكهروكيميائية توجد ستة قواعد يجب اتباع بدقة للتمثيل الصحيح للخلايا الكهروكيميائية القاعدة الأولى يوضع خط مائل يفصل بين طورين هذا هو الخط المائل ويدل على اتصالهما كالذي يوجد بين المعدن والمحلول هذا هو الخط المائل ويفصل بين فلز البلاتين وايونات الحديد 3 والحديد 2 ويدل على اتصالهما أي أن البلاتين مغمور في وايونات الحديد 3 وايونات الحديد 2 القاعدة الثانية تستخدم الفاصلة للدلال على وجود ايونات او جزيئات مختلفة في نفس الطور هذه الفاصلة وتدل على ان ايونات الحديد 3 وايونات الحديد 2 يوجدان في نفس الحالة من حالات المادة أي أنهما محاليل مائية القاعدة الثالثة يرمز الجسر الملحية او القنطرة الملحية سولت بريج بهذا الرمز خطين عاموديين ويوضع في القنطرة الملحية عادة ملح خامل مثل كولوريد البوتاسيوم وسوف نتعرض لاحقا الى مهام ووظائف القنطرة الملحية القاعدة الرابعة تستخدم الأقواس لوصف الحالة الفيزيائية للمادة مثلا S ترمز إلى مادة صليبة L ترمز إلى مادة سائلة Liquid G Gas ترمز إلى مادة في الحالة الغازية AQ Aquace Solution ترمز إلى محلول ماء أيضا تستخدم الأقواس لتحديد تراكيز المواد أو ضغطها إذا كانت في الحالة الغازية القاعدة الخامسة كل المواد المكتوبة على يسار القنطرة الملحية تمثل المصعط والذي تحدث فيه عملية الأكسدة بينما المواد التي تكتب على يمين القنطرة الملحية تمثل المهبط وتحدث فيه عملية الاختزال بالتالي بناء على القواعد المذكورة يمكن تمثيل خلية دانيال بهذا الشكل هذه هي القنطرة الملحية إذن كل المواد الموجودة على اليسار هي عبارة عن مصعط بينما الموجودة على يمين القنطرة الملحية هي المهبط هذا الخط المائل يفصل بين مادتين موجودتين في حالتين فيزيائيتين مختلفتين الزينك في الحالة الصلبة بينما أيونات الزينك AQ أي أنها محلول ماء والأقواس توضح التركيز وتوضح الحالة الفيزيائية للماد في المهبط نفس الطريقة الخط المائل يدل على أن هناك مادتين في حالتين فيزيائيتين مختلفتين والأقواس توضح ذلك النحاس في الحالة الصلبة بينما أيونات النحاس عبارة عن محلول ماء وتركيز 1 مولار إذن هذه هي طريقة تمثيل الخلايا الكاهرو كيميائية ونواصل في مقرر الكيميائية الكهربائية في دروس لاحقة ترجمة نانسي قنقر